الحمد لله السلام عليكم من عنده هجمات من عند الشيطان يعني يحس بأن عنده وسواس كطرة الوسواس والسهو في قراءة القرآن السهو في الصلاة وعدم الخشوع في القرآن كذلك السهو في الشارع أنت في الشارع وأنت ساهي ليس عقلك معك السهو مع الناس السهو في ذكر الله يعني أنت تذكر وأنت تسهى تجد نفسك تفكر في شيء وأنت تذكر الله لا تفكر في ذلك الذكر أو لا تتمعن في الذكر تفكر في الفاحشة يعني عنده التفكر في الفاحشة دائما يعني وسوسة الشيطان كلها تزيلها بهذه الآية تقرأها 97 مرة في الصباح 97 مرة في المساء والمساء يبدأ وراء العصر تقرأها 97 مرة وستحس بتغيير وتحس بخفة في الجسد وتحس أن الشيطان لا يوسوس لك الآية سترى في الشاشة الآن وقول ربي أعود بك من همزة الشيطان وأعود بك ربي أن يحضروني هذه الآية تكررها 97 مرة في الصباح 97 مرة في المساء يحفظك الله ولا يكون لك الوسواس من الشيطان والسهو في الصلاة وقراءة القرآن والأذكار هذا كل شيء أتمنىكم الخير وإلى اللقاء شكرا 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 شكرا